أقرع عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيع بارتفاع نسبة الجريمة المنظمة في بغداد الربيع أشار أن الصراع السياسي أو الطائفي لا دخل له في ارتفاع معدل نسبة الجريمة بل هدفها مالي حسب قوله وأضاف الربيع أن وزارة الداخلية بصدد الشروع بخطط أمنية بديلة للتنفيذ مداهمات على المناطق التي وصفها بالمشبوهة ومنها المناطق التي ينتشر فيها السلاح ومناطق العشوائيات ترجمة نانسي قنقر